مثل ما تعودنا كل يوم ثلاثاء بناخد جزئية قانونية بنحكي فيها عن موضوع حقوقي الحلقتين الماضيات تناولنا شق الجرائم الإلكترونية أما اليوم رح نتناول موضوع التحرش في بيئة العمل لأنه كل فرد إلو الحق في بيئة عمل آمنة وسليمة خالية من أي شكل من أشكال التحرش إلا أنه الواقع بين الأردنيين في هناك العديد من النساء العاملات وبتعرضوا لمختلف أنواع التحرش الذي يؤثر سلبا على صحتهم النفسية والجسدية وبكل الأحوال بيقلل من إنتاجيتهم يعني نعم ساشة بالحقيقة دائماً إحنا في بيئة العمل نسمع عن قصص وبالنسبة أنه يمكن نعتبرها غريبة أو مش متعودين عليها عن تعرض بعض الموظفات أخواتنا للتحرش من قبل بعض الأشخاص اللي إحنا بنحكي عنهم أنهم مريضين نفسياً اللي بيعمل هذه الظاهرة للأسف الظاهرة السلبية لكن دائماً إحنا للأسف أيضاً أنه في مجتمعنا ننظر إلى دائماً المتحرش أو الضحية على أنه هو المدان وليس صاحب الفعل لذلك اسمحي لأنه اليوم تشاركنا في الحلقة الدكتورة نور الحديث للحديث أكثر عن هذه القضايا وعن نظرة المجتمع دائماً يعني إحنا نعرف دائماً دكتورة أنه اللي صاحب الفعل لا يلام بينما الواقع عليه الفعل هو الذي يدان يعني نظرة المجتمع دائماً أنه هي مش قانونياً هاي نظرة المجتمع نظرة المجتمع نحنا نتحدث عن المجتمع وصم الاجتماعي بالضبط إحنا بدنا نتحدث اليوم شو ممكن إذا في موظفة تعرضت لتحرش داخل عملها شو الإجراء القانون الممكن أنه تتبع أو شي صباح الخير يا صباح الورد هلا هلا بالقانون ما في إش اسمه تحرش كيف موضوع دم القضح والتحقير ما في عنا مثلا مسب أو غلط في عنا مصطلحات قانونية قيدت بمصطلحات كانت بديلة لمصطلح التحرش قانون حقوبات ما ذكى صراحة بموضوع التحرش لكن إنه حكى عن كيف فعل المنافع للحياء سواء في الماكن العامة أو في الأماكن الخاصة وشددت العقوبات عليها عشان هيك إحنا معنا التحرش عنا العنف اللفظي العنف الجسدي العنف الجنس الموجود أثناء العمل هلا هو بتكون أي إرادة بتتجه من شخص داخل مكان العمل ضد مثلا زميل من زملائه داخل العمل إما بالإحاءات إماءات حركات جزدية لفظية هدفهم إما مثلا الإقصاء الاجتماعي إقصاء الوظيفي إختيال وظيفي إلا أهداف متعددة داخل العمل هلا بغض النظر عن طريقة لكن أي فعل منافع للحياء داخل أماكن العمل أو خارج العمل بأي حركة جزدية لفظية قولية إحاءات ما يعني إحاءات إماءات هي لغة الجسد سواء بطريقة النظر طريقة مثلا حركات الجسد حركات العين حركات اليد هاي كلها تدخل مصطلح العنف الجسدي أو النفسي أو المعنوي لكن كلمة تحرش مش موجودة وعندنا بلقاء أشكرك أشكرك لكن هي عنف أثناء العمل أو داخل مكان العمل أو التعدي طيب دكتور هلا كيف يعني الوحدة اللي بتتعرض لهذا العنف كيف بدها تثبته نعم هلا أول شيء في وزاعة العمل أطلقت دليل إرشادي لمكافة العنف في الأماكن العامة سوري بالأماكن الخاصة المؤسسات الخاصة ومؤسسات الحكومية معظم الموظفين في سواء بالقطاع العام الخاص مش مطلعين على هاي التعليمات كيف ممكن إحنا نكافح هاي الجريمة أنا بعتبر جريمة أثناء العمل هلا في بعض المؤسسات الخاصة لقطاع الخاص بيكون في عنا لائحة النظام الداخلي ليه لائحة السلوك والإجازات والعقوبات في حال مثلا إذا تعرض الموظف لتحرش أثناء العمل ممكن على فكرة التحرش يقع على ذكر أو أنثى فبالغض النظر ممكن الضحية ما تكون أنثى باختلاف الجنس يعني أشكرك هي لأنه طبيعة الجندريين الاختلاف النوع الاجتماعي واختلاف الأدوار بين الأطراف هلا ما بنقدر نعتبر مثلا أنا أقصتك من العمل لأنه أهلات العلمية أعلى من فلان مثلا هذا هو عنف داخل العمل لكن حددت مثلا طريقة في كتابة الشكوى أول شيء أنت بتلجأ لكتابة الشكوى لمدير العمل أو من يمثله لحددت فترة زمنية للنظر في هذا الشكوى عشرة أيام إذا ما نظر في هذا الشكوى ما أتخذت الإجراءات التأدبية أو الجزائية ممكنها تطلع على مفتش العمل موجودة بكل مثلا ضمن الاختصاص الموجودة في العمان أو خارج عمان فينا مفتش عمان فيه مفتش بغرب عمان حسب الإختصاص مكان عملها بتقدم شكوى جزائية فيها هلأ بيكون بوزارة العمل فيه لائحة عندنا فيها مثلا شو تعرضت مثلا للسبل للضرب للذن مثلا تركت العمل مثلا هو حالة ترك العمل دون الإشعار هي بتكون حسب نصي المادة اللي هي 29 قانون العمل بتكون وزارة العمل من حضرة كشف أنه أنت حطي شحطة عليه أنه شو أنت تعرضت أثناء العمل فعندك في آخر فقرة إذا تعرضت لإعتداء سواء بالضرب أو الذن أو قضح أو مثلا إعتداء الجنسي أثناء العمل بتحط شحطة هلأ هون شو بسي مفتش عمل بيأخذ الشكوى هاي بوجه السرعة بيبلش يفتح تحقيق في هذا الموضوع سواء قطاع عام أو خاص الأصل يكون فيه عندك تواصل بين مفتش العمل بعد اتخاذها للشكوى مع صاحب العمل هلأ مرات صاحب العمل شو بيعمل بيخل الموضوع جو عنده عنده أشكره فيه أنا لاحظ جزاء التأدبية ممكن نوصل لتنبيع إنذار فيه مثلا ممكن نوصل حل للطرفين وصاحب العمل كمان لما يكون فيه حل للطرفين المفرض الموقف بناتهم عشان ما توصل المحكمة هلأ فيه حال سواء مفتش العمل أو صاحب عمل ما أخذ أي إجراءات هون توصل المحكمة توصل المحكمة بيش بينص القانون العقوبات اللي هي مادة 306 اللي هي خدش أو فعل منافي لحياء في المكان العمل طيب دكتورة نسمحي دي بسؤال يعني إحنا المتعارف على فيه بعض القوانين بيكون إليها ثغارات صحيح عدم وجود مصطلح التحرش بشكل واضح وصريح نعم صحيح هل يعتبر ثغرة لهذا القانون؟ لا أبدا لأنه هي شو قال لك لكل من عرض فعلا منافي لحياء أو وجه عبارات أو قام بحركات غير أقلاقية تصريحا تلميها بأوية وسيلة كانت يعني ترك قانون العقوبات حتى الوسيلة اللي كانت فتفاضة يعني قبل ما ينسل عندنا التحرش الإلكتروني مثلا أو مثلا طريق الوسائل الإلكترونية أو وسائل الاتصالات كل من أكمل 18 عمره إذا وقع على شفائل على واحد أكمل 18 أو لم يكمل 18 وشدد العقوبات إذا كان من الوصول والفروع وإذا كان صاحب الولاية عليه فتسحب منه الولاية إذا ثبت الفعل وشددها إذا كان في أكثر من شخص مقدر في هذه الجريمة وشددها إذا في حالة التكرار وعقوبتها بتوصل ستة شهر وفي حالة التكرار ممكن توصل لسنة طيب هلأ مثلا لنفترض أنه هاي البنة بما أنه إحنا منحكي 42% من العاملات في الأردن ومتعرضوا للتحرش في أماكن العمل تعرضت لتحرش وكان المتحرش مش أحد الزملاء مديرها مديرها وكان يعني دائما بتعمد إنهم يكونوا لحالهم شكرا كيف دا تثبت هذا الشيء؟ عشان هيكي منحكي شو بصير معنا هلأ في فرق بين صاحب العمل أو من يمثله وبالزملاء بالعمل صاحب العمل برضو بتقدم شكوة عليها لكن وزير العمل إذا اقتضى ورأى فعلا إن صاحب العمل فعل هذا الفعل بإمكانه نغلق المؤسسة لمدة مفتوحة هاي أقصى الإجراءات اللي بتكون جزائية اللي بتكون إله تنسيب بين وزارة العمل ووزير العمل وبين صاحب المؤسسة طيب بما إنه مثلا هذا صاحب العمل ما بقدر إنه هو يفصلها تعسفة لا لأنه هون أنت بتقدمي شكوة عن مفتش العمل ترك العمل دون الإشعار مع تحفاظ بحقوقك العملية وإذا كان لديك مكافأة نهاية خدمة حتى بتحتفظي بحقق بالمطالبة التعويض عن ضرر الماديم معنوي في المحاكم دكتور أنا اسمحي لي يعني هي كيف مثلا بدها تثبت إنه صاحب العمل تحرش فيها إذا ما في شهود إذا هو مثلا تعمد إنه بمكان ما في حدا وفيش كاميرات هاي هاي الإشكالية اللي بتصير هل هي بتكون عندك البيانات الشخصية بدي يكون عندها شهود إذا ما كان عندها شهود بدها تودها تحلف يمين بالمحكمة بدها توجه يمين بالمحكمة يعني هذا قسم أمام المحكمة إنه أنا تعرضت لـ 1-2-3-4 عشانيك أنا دائما بحكي فيه صعوبة كما بالإثبات وبرضو أمرات تبتدى مثلا تسجيلات اللي بالتليفون هلأ التسجيلات مخالفة للنص القادم مخالفة مخالفة وما فيها إثبات لأن حتى لو أنا سجلت ممكن أسجل مثلا تسجل موظفة الصوت الصوت لسه عندنا الخبرات بموضوع تقنية الصوت لسه موصلة للخبرات القوية جدا اللي أنا أبين هذا الصوت لأيلي خصوصا هلأ مرحلة الذكاء الاصطناعي صحيح مخيفة جدا لأن ممكن أنا قلت صوتك بطريقة ما أو أطرح مثلا شكرا بالذكاء الاصطناعي فلسه معنا الخبرات الواصلة نحن اسمحيري أنه نحكي باللغة العامية لغة الناس الموظفين يعني الناس التي تتحدث فيها بنت تعرضت لتحرش تمام إجز بدها تروح تشتكي تعرفي أغلب البنات بيراجعوا أهلهم أنه أنا تعرضت لهذا الموقف فشو رأيكم أني أروح أشتكي بالمحكمة أو أترك الشغل ردت فعل الأهل اللي متعارف عليها أو الأغلبية العظمى اللي ممكن يحكوها إحنا ما بدنا فضايح فممكن البنت تتعرض للتحرش والظل ساكتة في سبير أنه هي ما تخسر عملها صحيح 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 كان نسب بعض الموظف يعني أنت أكيد في عندك نسب ومجهزيتها الشغل الثاني التسجيلات الصوتي غير معترف فيها كاميرات المراقبة غير معترف فيها إلا في حال إلا في حال أنه كان هناك طلب من قبل المشتك من النائب العام أنه أسمح لي أني أنا أجيب لك إثباتات بدنا نحكي عن موضوع النظرة الاجتماعية اللي هي موضوع الفضيحة أنه إحنا نكتف ضحينة تروح تشكب نكتف ضحينة وبنفس الوقت ما بد يخسر شغلي صحيح صحيح هلأ شوف كاميرات المراقبة بين إثبات الجريمة وبين انتهاك الحقوق في القصوصية هلأ إحنا من نحكي عن كاميرات مراقبة شكل عام ما بنحكي عن كاميرات المراقبة الموجودة على المنازل محماية الممتلكات هاي بدكن إلها مثلا مواصفات مقيس ما بتتخالف قانون مواصفات مقيس بدأتكون على العلو مثلا طابق واحد بدأتكون مثلا مترين ونصف عن الأرض هذا إشي تالي بأماكن مثلا واضحة للأيان مش بأماكن مخفية سرية لكن خلينا نحكي عن كاميرات المراقبة داخل العمل الصوت والصورة الصوت مخايف القانون قولا واحدا إلا إذا ارتأت إنه موافقة كل موجودين في العمل حتى أنت مرات لما تحكي التلفون مع أي شركة بقول لك مثلا هايدي المكالمة مثلا مسجلة غير مسجلة أنت بإمكانك ترفض هاي المكالمة أو تسجيل هاي المكالمة أنت منحقك كمواطن ولا أنا أرفض هذا التسجيل لكن بين الكاميرات المراقبة صوت الصورة إذا كانت موافقات أمنية بهذا المكان العمل فيها خصوصية وسرية معينة لازم يكون عندي كاميرات صوت الصورة ولازم يكون فيها موافقات أمنية سابقة لذا الموضوع ممكن يسمح لهم لكن مثلا هي تصويرها جو المكان هلا إحنا كنا نحكي عن موضوع إذا في حاته تعرضت لهذا الموقف وبدأت تثبت حقها وقررت أنها توصل للمحاكم لشغلة معينة اللي هي تحمي غيرها من هذا الفعل وقفوا معها أهل لأنت تعرف في مرات في ناس ما بتنزل على المحاكم بتقول لك بخافة ينزل علي سواء كنت مشتكي أو مشتكي علي بقول لك هي المحدة ممكن ما أخذ عدم محكمية ممكن مثلا بكرة أقدم له وظيفة تانية يعرفون مثلا أنا أقدمت شكوى على صاحب العمل أو حتى إذا بدي تقدم لها شخص للزواج تقول لك شو تتحرش فيه حتى وظيفة تانية بقول لك مثلا هاي أقدمت شكوى على الواحد شكرا هواجع راس مثلا أو مثلا بتتبلع الناس هي فكرة يسرح كيدية أنا ممكن شكوتي أو ممكن تكون كيدية على فكرة صاحب العمل عشان يكبتلاقي في أصحاب عمل حاطين كاميرات صوت وصورة وكانت بيهي الكاميرات أو أكثر من زميل شهود شهود أشكرك هلا إذا كانت هاي الإنسانة مثلا الأول مواطنة فعلا بدأت تثبت هاي الجريمة ممكن ممكن لتطلع تقدم الشكوى مثلا عند النائب العام أو مدعام وافئ لها على إحدى مثلا إجراءات ممكن التسجيل إجراءات ممكن يعني ممكن هي أنا عندي بالمكتب ما صارت في المحاكم ما سمعت فيه بس إنه في حالات نادرة صارت فيه بالقانون هذا هي إثبات جريمة هلا ممكن النائب العام يسمح لك بادة التسجيل ممكن مدعام يسمح لك بادة التسجيل لإثبات الجريمة لأنه هاي لأنه آلية حلفان اليمين آلية حلفان اليمين يعني ممكن هي تحلف والمدر يحلف ويروح المهد وخلص هلا تسعين بالمئة بالأحالات زي بتسروح بالإسقاط بالحق الشخصي في المحاكم يعني إذا بتطلع تطلع على معدلات الشكال في المحاكم لما تنزل مثلا تقرأ القرارات أو القضايا بتلاقي في إسقاط من أحد الأطراف هي عدة العشرة في المرات القادمة لأنها نزلت المحكمة ولأنه تنزل هاي شكوى عليه مجرد حتى لو أخذ براءة ممكننا نحكي عن نظرية الوصم الاجتماعي إنه حتى لو أخذ براءة في نظر المجتمع ليس بريء نعم فبصير في عندك مثلا الحذر من النواجة في المرات القادمة فبتلاقي حتى هو أنت لك كعامل بدك تتواطف بهذه الشركة ممكن تروح على محامي تسأل عن الشركة تسأل عن صاحب الشركة بتلاقي عليها هاي القضايا ما بديش طربها الشركة فعلا هم مشاكل كتير فهي صابت باطل أنه أحيانا في أرباب عمل بيستغلوا حاجة البنة للشغل ويعني بيعملوا هذا الاشي وإذا هي راحت مسلا بدهاش ترجع للقانون عشان نظرة المجتمع وراحت حكت لحدها من أهلها ممكن يرتكب جريمة بحق هذا المدير فيعني الوصمة الاجتماعية جدا مهمة بدنا تحكي لنا بالأرقام اللي عندك اللجنة الوطنية لجنة المرأة لشغلطانية المرأة عملت تراسات عاد الموطوع وشوف الأرقام ونصب قديش متقارب بين العنف الجسدي والعنف اللفظي قالت لك التحرش اللفظي اللي هو العنف اللفظي واحد وخمسين بالمئة هاي لسنة 2023 فاصل ستة بينما الاجتماعي كان واحد وخمسين فاصل ستة بينما التحرش الجسدي كان ست وثلاثين فاصل سبعة بالمئة واحداش بالمئة تركوا العمل بسبب الموضوع التحرش سواء اللفظي أو اجتماعي أو جسدي هل هاي نسب أخذت حسب الشكاولة تتقدمت بها بالمحاكم أو في مفاتشين انطاع بين الوزارة العمل أو ممكن تكون استبانات أو لقاءات عامة بين الموظفين اللي تركوا العمل أو أسباب ترك العمل فهاي نسب متقاربة جداً للاجتماعي واللفظي هل أشوف الجسدي بعيد نوعاً مع الرقم الرقم بعيد عنه لكن الاجتماعي واللفظي متقاربة جداً نسب وهي كانت سبب من أسباب ترك العمل لأنه ممكن تأثر على شخصية الزميل الموجود في العمل لأنه بتعرف أنا بعتبر أنه التحرش أو العنف اللفظي ناتج عن نظريات الصراع الطبقي الصراع الطبقي ممكن تكون أثناء العمل هاي نظريات موجودة بعلم اجتماع نظريات التعلم الاجتماعي ليه شو بقول لك بقول لك أكثر ناس نسبة ممارسة للعنف اللفظي عمرها بين 18 و 25 وليتعرضوا للعنف بين 18 و 35 يعني 18 و 25 انت انتطبقت عليك نظريات التعلم الاجتماعي ناتج عن الأسرة المدرسة الجامعة يعني انت كاسبها اكتساب اكتساب بنائية وظيفية تعلم اجتماعي صراع طبقي داخل العمل صراع طبقي في الأسرة صراع طبقي في الجامعة لأنه انت 18 سنة 18 سنة بين 18 و 25 أرقام صغيرة فقات عمرية صغيرة طيب دكتورة ممكن عنده وعي بالقانون هذا العمر ممكن عنده وعي بالقانون مش عارف طيب دكتورة بدنا تحكي لنا عن العقوبات العقوبات بالمتحرش هلا ما حكينا عن العقوبات بتحرش فعل العنف اللي هي الفعل المنافل لحياة العام تمام اثبت هذا الاشي ستة شهر هلا امتى بتشدد العقوبة في حال التكرار بتتشدد العقوبة اذا كان المقترفين هاي ستة شهر شو مكان شكله شو مكان شكله ممكن عفكرة تزيد لسنة حسب رأي القاضي حسن او اجتهاد المحكمة او عدادة المحكمة اذا كان في حال التكرار واذا اقترفها اكتم الشخص وتشدد في حال اذا كانت وقع الاعتداء اللفظة او القولي او التحرش لايمنحي بلغة العامية اذا كانوا الاصول او الفروع طيب دكتورة بس انا عندي سؤال يعني بيختلف العقوبة اذا كان الفعل عن طريق الايحاء او الايماء خلالنا نفرع ايش الايحاءات والايماءات الايماءات تتعلق بلغة الجسد هي مثلا حركات اليد حركات مثلا تعبير الوجه الايماءات لغة العين كيف انك مثلا الغمزة التصفيف يا عقوبة حتى تصفيف شو عقوبة تبلة تصفير نفس الشيء فعل منافل لحياة العامية ست اشهر تصفير حسب هلا المقرار المحكمة ممكن يقولك ثلاثة شهر ستة شهر حسب اذا انو الضرر وقع على الضحية مناسب لانو داما عندنا منحكي الجزاء من جنس الفعل مش بقول كون ستة شهر ستة شهر على تصفير بس يبنزل فيها المحكمة يعني طب احكينا الحد الادنى والحد الاعلى لا تقل عن ستة شهر لكن فيه فيه حالات تخفيض بالعقوبة متروكة لعادات المحكمة هو بتطلع على ظروف القضية ظروف القضية اذا كان فيه اسقاط حق شخصي مثلا فيه مصالحة اعترف بذنبه لما يجي ادواره المحاكم ادواره لما يجي ادواره كمشتكي عليه نعم قاضي يسألون انها مذنب او غير مذنب نعم غمزة ولا لا طبعا اذا قال مذنب تخفف العقوبة عنه اذا اذنب طبعا اعترف بالفعل وهي بتنظر ترجع لظروف القضية لان احنا ما بنا نحكي بشكل عام فضل الموضوع لان كل قضية الليها ظروفها الليها حساسياتها الليها قوالها الليها الشهودة الليها بيناتها الليها كاميراتها الليها صورها يعني بترجع لاختلافات القضايا نعم طيب دكتورة يعني احنا حكينا انه في حال كان المدير يعني تعمد انه هو مثلا يتحرش بموظفته بمكان ما فيه كاميرات طب لو صار الموضوع العكس يعني كانت مديره مثلا وتحرشت او مثلا يعني لو كان هي ابتلت عليه ابتلت عليه كيدية كيدية هلا فيه في كتير حالات بتكون عندنا كمان كيدية يعني مسلا روحة من الشغل لعدم كفائتة لعدم كفائتها عشان يكم هاي كيدية بتكون برضو على اليمين طب مش على اليمين هلا انت لما ما كون عندك اي بينات انت بتلجي لشغلة واحدة اللي هي الحلفان اليمين هي الحم يمين فانت بس هاي عندك اللي هي البينة الوحيدة المقدمة امام المحاكم هلا مرات كمان بتكون هي كيدية ليش لان انا مؤهلاتك ما مش موضبوطة عندي مثلا انتهت فتاة التجرب مش حابة اجدد العقد معاك فممكن تكون رادة تفعل هذا العامل او الموظف او الموظفة على صاحب العمل بتتبلي في هذا الموضوع فعشان هي كي كتير عن القضايا كمان نسبة نوعية كيدية لكن هاي كلها تثبت في المحكمة في عنا بقى دهات المحكمة تثبت وهذا كمان بيكون لحب الاثباط على وكيل الدفاع وهو وكيل مشتكى عليه فهي ما بتجرى الا بحسيات القضية ما منقدر نحكي شو ممكن نعمل الا بظروفها بيبين دكتورة انا بس اسمحي لي يعني احنا قربنا ننهي البرنامج بدي منك في صبايا بيحضرونا وبسمعونا في الوقت الحالي تعرضوا لو تحرش لكن هما مش عارفين شو بدهم يتصرفوا او شو يتخذوا اجرات بدي منك توضحي لهم الشكل السليم للاجراء اللي ممكن يتخذوه حتى يخذوا حقهم هلا بدك تعرف شغلة في تعديلات لقانون العمل هلا في تعديلات جديدة مطروحة هلا بالتعديلات لقانون العمل فيه كمان حالات بالفصل التعسفي وفيه عن هذا الموضوع لكن معظم موظفين زماليات زميلاتنا او زملانا في العمل ما مش بتطلعين على الدليل الارشادي تابع لوزارة العمل والتعلمات هاي نافذة وكذلك زي ما تحكي ملحق قانون العمل وبتاخذ فيها بالمحاكم زي كانها تابع للقانون فهذا الدليل الارشادي موجود على وزارة العمل يراتي تطلعوا عليها حتى اصحاب العمل يطلعوا عليها لانه فيه آلية المعينة مثلا اتخاذ الشكاوي آلية المعينة لاتخاذ التدبيل الاحترازية الافضل انك تطلعي هذا الموضوع لا سمح الله صار معاك موضوع تحرش اثناء العمل ما فيما يمنع تطلع على مفتش العمل تطلب يتكون الشكوى السرية وجدية وسرعة في الانجازات كل الشكر اليك دكتور نور ان شاء الله بنلتأ يوم ثلاثاء الجاي ان شاء الله